ممكن أيضا نقول إن في مجالس لها أنواع ولها فضل كذلك فيها نعم المجالس ثلاثة المجالس ثلاثة مجلس علم مثل مجالس علمان المشايخة لهم في مجالس في بيوتهم سمعت الإمام عبد العزيم بازرح مالك كل جمعة له مجلس يدرس في يقرون عليه التفسير ويفسر فمجالس العلم وفي مجالس مباحة مثل مجالس سوالف واخذ وعطى وعن الجو وعن البرد وعن البيع وعن الشراء وفي مجالس محرمة غيبة نميمة كلام بذي هذه مجالس محرمة تمارس المعاصي نعم فيها معاصي وأعظمها الغيبة والنميمة لعلنا نتعرض لشيئ ذلك ولذلك أنا أقول لا تعرض أخي عن مجالس اللي فيها علم وفيها خير فبعض الناس إذا عرف فيه مجلس أو بيبدأ المجلس يعني بيقرون فيه كتاب عشر دقائق أو بدأ واحد فتح موضوع يتكلم الآن عن موضوع أهمية الصلاة أهمية صلاة الفجر أحكام صلاة الجمعة يعني طالب علم مثلا فبعض الناس يعرض يستاذن ينشغل بالجوال لا تعرض في صحيح البخاري يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما كان جالس مع الصحابة يعلمهم ويذكرهم جاء ثلاثة نفر واحد منهم دخل في الحلقة حلقة النبي ومجلس النبي الثاني استحى من النبي ومن الصحابة جلس في الخلف الثالث أعرض فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من توجيه قال ألا أنبئكم بنبأ الثلاثة قالوا بلى يا رسول الله قال جاء ثلاثة نفر فما الأول فآواه الله وأما الثاني استحى فاستحى الله منه قال وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه فلا تعرض عن مجلس في مجالس ذكر ولذلك أن بعد ننبه من يتحدث في المجلس موضوع ديني لا يطيل في استراحة في عقيقة في مناسبة عشر دقائق بالكثير وهذا اللي إذا رأيناه من مشايخنا الكبار جدا الحقيقة ما يطيلون ست دقائق خمس دقائق ويفتحون المجال لأخذ والعطى والسوالف الجانبية لكن المصيبة في الإعراض يعني تتعجب من بعض الناس يستثقل خمس دقائق كلام في الدين وكلام في العلم ولا يمل ولا يكل لو استلم واحد مجلس غيبة يمكن ساعه منصت له ويعزز له كذا بالله تشوف سبحان الله كيف الشيطان يزين المعصية ويكره في الخير هذا المجلس الأول المجلس الثاني المجلس الثاني هو المباحات مجالسنا سوالف الآن تلقى بعض إخواننا جاسيين اللي زاير والدته والاجتماع عند أخوه الكبير واللي عند الوالد سواليفه عن الجو وعن البيع وعن الشر أما المجلس الثالث فهو مجلس محرم لا يجوز غيبة والغيبة ترى أكثر كلامه للعلم واختيار إمامنا الشيخ عبدالعزين بازر رحمه الله رحمه الله العالم عضو هيئة كبار العلماء في وقته وعضو اللجنة الدائمة رئيس اللجنة الدائمة بل رئيس هيئة كبار العلماء يرى أنها كبيرة من كبار الذنوب العلام الشيخ محمد بن عثمين يرى أنها كبيرة من كبار الذنوب لذلك تتعجب من بعض الناس يمكن له واحد جاب فطاير وقدمها قال والله ما أدري أنا حاسبت زحم المحل ولا ما حاسبت قال واحد لا لا والله ما أنا ماكل يتورع يقول هذا شبه قال ابن الحلال أنا برجعنا أنا عميلة أنا بشوف بس كله قال لا واحد منهم هذا يتورع من شبهة يمكن حلال ولا حرام يمكن حاسب ولا ما حاسب ويمكن ما يحاسب فيما بعد وتلقى يجلس الآن بالنصف ساعة وبالساعة يغتاب فلان فلان يظهر عيوبة وينتقصة وربما يفتري عليه لأنه حديث به هريرة رضي الله عنه يقول عليه الصلاة والسلام أتدرون ما الغيبة قال الله رسوله أعلم قال هي ذكرك أخاك بما يكره يعني الشيء اللي يكره في ثوبه في لبسه في سيارته في بيته في مظهره في شكله في شكله هذا يكره الواحد أنك وسميت غيبة لغيبة الرجل غايبة الآن من المجلس وإذا كانت هذه في حضرتها تسمى السب والشتام السباب والشتام قال يا رسول الله أريت إن كان في أخي ما أقول نحن أنا ما جبت شيء هو طريقته كذا هو سلوبه هو ثوبه هو لبسه قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهتت يعني كذبت عليه أمرها خطير نأخذ النميمة ونخرج من نقطة النميمة أمرها عظيم كم فرقت أسر كم فرقت اجتماع بعض الأقارب كانوا في اجتماع شهري أو فصلي أو ثم نتجت النميمة ونقل الكلام نقل الكلام بقصد التحريش ولذلك من خطورات يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة نمام ولا يدخل الجنة قد تاتي نمام ومر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور فجفلت دابة النبي عليه الصلاة والسلام فنزل قال إن صاحب هذا القبر يعذب يعذب فقد كان يمشي بالنميمة يا أخي اللي تنقل الكلام النميمة سبب من أسباب عذاب القبر الذي أمرنا في كل تشهد نستعيد من عذاب القبر في آخر التشهد عمرها خطير في ذلك أنا وصيتي مجلس في غيبة في نميمة في محرمات في بذاء تجنبه طب يا شيخ صاحب المجلس وفضل الأطعمة وفضل القهوة وفضل التمور وفضل الحلويات طب صاحب المجلس وش موقفة؟ صاحب المجلس يجب عليه يجب عليه أن يمنع أن أحد يغتاب في مجلسه ولذلك وصلنا أخبار ناس كبار في السن مستحيل أحد يغتاب في مجلسه نهى حتى عرف يقول لا عرف فنان ما تجيب طاري أحد مهم في المجلس وانا أذكر الرجل زرته في مجلس ثلاث مرات وجدت في أن الجالسين يغتابون ويقعون فكتبت له كتبت له رسالة مي بجوال وعطيتها في ظرف وعطيتها قلت أنت مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى مسؤول في الدنيا لو حصلت مشاكل ومسؤول أنت صاحب المجلس وانت رئيس المجلس وهو يتقه واوي السمع وكان المجلس مشهور بهالغيبة والله أني كتبت لك كتابة وبعد فترة سبحان الله قال أني قرأتها لكن ما تأثرت إلا بعد ما حصلت مشاكل يقول تذكرت رسالتك سبحان الله وبعض ما شاء الله اللي حريصين على أنه ما يغتاب كان عنده طريقة يعني كان عنده عبارة اللي يقول سبح مثلا لما يشوف أحد يغتاب يقول سبح سبح اذكر الله هذا كلها من أجل أنه يعني يغير الموضوع وفي نفس الوقت حتى يفهموا بأن هذا الموضوع هذا كانت تذكر عن سماحة الإمام عبدالعزم باز رحمه الله إذا واحد قام يتكلم ودخل في مواضيع لا تناسب فكان يقول سبح 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 سبحان الله شكرا لكم